المنظومة الطبية في مصر المنظومة الطبية في مصر فيها مشاكل كتيرة جدا وكلنا لمسينها وكلنا عايشينها وكلنا عارفينها وكلنا عيشنا فترات على الإدراب الجزئي اللي كانوا بيقوموا بالأطباء واللي أعتقد أنه اتفقنا أو اختلفنا معاه هو حقهم أنه هم يعيشوا حياة كريمة حقهم أنه يكون عندهم كل الملتز كل الاستلزامات أنه يقدروا أنه هم يعيشوا حياة كويسة علشان يقدروا يقوموا بوظيفتهم وبمهمتهم بشكل مظبوط تقولوا بقى مطالب فقوية ناس تقول ده مش وقته الكلام ده كله هنتكلم فيه إنما في الآخر المنظومة الطبية والمنظومة الصحية بشكل عام في مصر عندنا فيها مشاكل كبيرة جدا وكلنا عارفينها وكلمنا فيها كتير وهنفضل نتكلم فيها لحد إن شاء الله ما نوصل للمنظومة الصحية السليمة والكريمة اللي تقدر أن هي توفر للطبيب الحياة الكريمة علشان يقدر هو يوفر للمريض الحياة أيضا الكريمة والمعاملة الكريمة وكل الاحتياجات اللي ممكن يكون بيحتاجها المريض من الطبيب هيكلمنا أكتر عن قابلة الأطباء هيكلمنا أكتر عن مشاكل الأطباء هيكلمنا أكتر عن حركة كادر من حقنا النهاردة جوفنا دكتور علي محمد علي وهو عضو المكتب التنفيذي دكتور علي صباح الخير وعلى محبتك معنا دكتور يحيى هزاع وهو المتحدث الرسمي باسم الكادر حقنا صباح الخير يا دكتور أهلا بكم معنا النهاردة أولا خلينا نتكلم عن حركة الكادر حقنا نبتدي بالحركة ومن الحركة نعرف إيه هي مشاكل الأطباء بسم الله الرحمن الرحيم الكادر حقنا هي حركة غير نقبية وليست لها أي توجهات سائسية هي بتجمع جميع المهن الطبية أو أعضاء المهن الطبية سواء الأطباء البشرين أو الأسنان أو الصيدلة أو الأطباء البيترين أو العاملين في في القطاع الطبي في المنظومة الصحية والمنظومة الصحية التي لا نعني بها أنها مجرد الأطباء هي منظومة خدمية بالمقام الأول أن نهدف لخدمة المواطن وإيجاد مجتمع صحي وسليم سواء في الطب البشر أنه هو بالكشف المباشر على المريض وتحديد الأمراض وكذا الأخير أو سواء في الطب البتري من خلال مكافحة الأوبئة اللي هي الأمراض المشتركة التي تفوق المئة المتين مرض أو بتوفير الغذاء الآمن من خلال الكشف الصحي والمجازر عليه أو الخدمة الثانية للتمريض فإحنا النهاردة بنتكلم على ثمان نقابات وبنتكلم على قطاع كبير جدا وهاش فئة يعني من أنها قليلة أنها تحتاج للتهميش اللي هو بيحصل إيه معها يمكن فكرة الكادر ده هو ما هو إلا جزء بسيط من أحلام كبيرة جدا للدكاترة نحن بنتكلم فيها هي مش مطالف فأوية هي ده حق مشروع حق مشروع لأن يكون الطبيب قادر على يعني مزاولة البحث العلمي بشكل سليم مواكبة البحث العلمي بشكل سريع النهاردة كل يوم فيه جديد النهاردة الحاجة الثانية أنه نحن الدكتور أنه لازم يقدم خدمة جيدة للمريض فالنهاردة الشعب المصري العظيم يحتاج لخدمة أفضل نحن النهاردة بنتكلم في دولة مدنية والتموحات بدأت تزيد بعد صورة 25 ناير فالنهاردة ده نحن بنتكلم فيه أنه نحن ده موجود مطالف فأوية لتعطيل العمل العام وإنما نحن بنقول أنه ده لإرساء قواعد دولة حديثة بيتهم فيها تقدير العلم النهاردة طالب الطب سواء الطب البشري سبع سنين أو الأسنان أو الخامس سنين وبطري فالنهاردة ده يعني ده كبير جدا النهاردة أنت بتتكلم على حاجة تانية أنك أنت بتدعم العملات تعليمية في هذه الكليات وبالتالي فأنك أنت لازم تدعمهم للآخر حتى لا يخرج منها فالكادر حقنا هو ده تدشين حملة جديدة نحن بنبحث فعاليات إيه الحلول أنه نحن الممكن إيجادها لتوفير معيشة كريمة لجميع الأطباء وبالتالي ده هينعكس على المرضى لأنه إذا تطورنا مع التطوير وإذا البحث العلمي عندنا بقى واخد حجم وحيز أكبر من خطتنا أتكلم أنه ده هينعكس بشكل كبير جدا على مصر وعلى كل المصريين طيب دكتور يحيى أهم المطالب اللي بتطلبوا بيها وأهم المطالب اللي بتحاولوا أنك توصلوا لها من خلال قبيعة الأطباء بداية بحب أشكر حضرتك أنك أتحت لنا الفرصة وأشكر أدارة تحرير الأستاذ داليا شكرا يا فندم أحب بس أنوه أن منظومة الرعاية الصحية هي منظومة أمن قومي وليست مسألة هامشية وإحنا كأعضاء الفريق الصحي من أطباء وصيدلة وتمريد وفنيين صحيين إلى آخره لنا مطالب بإقرار كادر مالي وإداري عادل بيضمن الحياة الكريمة للأطباء وكل أعضاء القطاع الصحي بما ينعكس على البيشنت أو المريض في تعريف في العلم الهيل سكير كواليتي مانجمينت أو علم إدارة جودة الرعاية الصحية كيف تتلاقى مع أحلام الكاستمر اللي هو العميل الكاستمر في علم جودة الرعاية الصحية بينقسم إلى نوعين الانترنال كاستمر والأكسترنال كاستمر الانترنال كاستمر اللي هو الدكتور والممرضة والدكتور العلاج الطبيعي والدكتور الأسنان والصيدالي الانترنال كاستمر اللي هو البيشنت فالبيشنت مستحيل أن يبس إيبسة صفايد برادي من غير ما الانترنال كاستمر اللي هو الدكتور أو مقدم الرعاية الصحية يبقى راضي. فإحنا خدنا جوالات والصوالات من زمان جدا في موضوع الإقرار كادر مالي وإداري عادل لكل أعضاء الكادر الصحي. بدأ في عهد الرئيس السابق محمد حسن المبارك. واستمر في عهد المجلس العسكري. ثم بدأ بعد كده رحلة النضال في عهد الدكتور مرسي. وتم إقرار القانون بالفعل. قانون كادر شامل الأطباء. وتم إقراره من مجلس الشورى المنحل. جاءت بعد كده حكومة الدكتور حازم ببلاوي. وجاءت الدكتورة مهو الرباطنا. سفت كل ذلك. وقلقت به في عرض الحق. وقالت إنه فيش حاجة اسمها. فيش حاجة اسمها كادر للأطباء. وتم إقرار قانون جديد اسمه قانون الحوافز. قانون الحوافز قانون هش جدا. قانون في الآخر تلاقي أنت مجبتش الحد الأدنى للحياة الكريمة. يعني أنا كطبيب. بعد الزياق. يعني حاليا. أنا مرتبي لا يصل إلى الحد الأدنى. ولا يصل إلى مرتب العامل اللي معاها في المستشفى اللي من سني. بالإضافة أن نحن نطالب رفع ميزانية وزارة الصحة. بحيث أن يضمن رعاية محترمة لمتلقي الرعاية الصحية. وبنطالب الكادر اللي هو الكادر الإداري. التعليم الطبي المستمر. تطوير منظومة البحث العلمي في وزارة الصحة. وبنطالب طبعا بشرطة خاصة لتأمين المستشفيات. لحماية أعضاء الفريق الصحي من التعديات المتكررة. بالضبط. أن هذا حصل كمان في الفترات الأخيرة كبير جدا. بالضبط. ويمكن بدون أطلع كلمة لحضرتك كمان المستشفيات. إحنا عندنا المجازر. إحنا النهاردة بنتكلم على دكتور سليمان في قرية أبوتيج في أسيوت. يعني في آخر واحد. آخر شهر واحد. أن هذا الرجل يعني رفض زبح جموسة مريدة. وبالتالي جيه الجزارين راحوا عند بيته. وقالوا له يا دكتور الحيوان مات. أو البقرة ماتت. قال لهم ما عارف ما. قلت لكم أنها تموت. أنها عندها سل. قالوا له وانت هتحصلها. وقتلوه. والكلام ده في محافظة أسيوت وبقرية أبوتيج. وللأسف ده بنتكلم من منظومة الظلم اللي وقع على القطاع الطبي والأطباء البيتريين. إن لم يتكلم أحد عنه في الإعلام. فإحنا النهاردة نطالب بشرطة داخل المجازر. النهاردة المجازر لا تتبع الهيئة العامة لخلوات الباتلون. هذا شكك تاني خالص. فبنتكلم على التأمين. فده ما ينفعش أن حتى الدكتور يؤدي واجبه في ظل من الجو من الإرهاب. ده فعلا ما يرديش ربنا. ما يرديش ربنا أن الدكتور يبقى داخل مع الجزارين والجزارين وقفين على الزبيحة. وأنه مش هيقدر أنه يخرج غزاء أمين وصحي. فحب نتكلم في منظومة صحية متكاملة لخدمة المواطن. نحن نهدف بخدمة المواطن. لا يوجد مطالب فئوية. بالمقام الأول. بالظرط. بالعكس. في الأول وفي الأخر تدور على صحة المواطن. بالظرط. لما طبيب يرفض أنه يدبح جموسة مريضة أو مسممة أو مصابة بالسل زي ما حريك كتب تقول. والجزار يفرض عليه ده تحت تهديد السلاح أو يقتله أو أي مشكلة من المشاكل دي. دي كارسة. نتكلم عن وزير الصحة الحالي. ونحن نتكلم عن الوزارة الحالية. هل ابتدتوا تتعاملوا معها؟ هل ابتدتوا أنكم تقدموا طلباتكم؟ هل ابتدتوا أنكم تتواصلوا معها بأي شكل من الأشكال؟ دكتور علي. تفضل. بالنسبة لي أنا كطبيب بيتاري. أنه هناك جزء كياني. ليس بالكثير. لأنه يتبع وزارة الصحة. لكن ككيان نتبع وزارة الزراعة. فالأسف الذي تم الإكرار الكادر سابقا. بردك من علامات الاستفهام. بالرغم من الأطباء البيتاريين. أو النقابة الأطباء البيتاريين. هي ضمن منظومة النقابة العامة للأطباء. أنه كان تم إخراج الأطباء البيتاريين. هي فكرة تفكيك القطاع الطبي. فإحنا في الكادر حقنا. نحن بنهدف بقى لتوحيد وتجميع جميع الأطباء مع بعضهم. على قلب رجل واحد لتحقيق الهدف. لتحسين المنظومة كلها بشكل عامل. المنظومة كلها الألات والمعدات المستخدمة في كل المستشفيات. تجديد المستشفيات تأمين صحيح. مشاكل كتير جدا. نحن بالضبط نهدف حتى الصيد للدواء وإنشاءها عليا للدواء والسلامة للأدوية والأدوية منتهت الصلاحية وكذا إلى آخره. هو النهاردة أننا بدأنا نتكشين الحركة منذ أيام. ونحن بدأنا نبحث إيه سبل الأليات وإيه التواصل مع الحكومة وإيه الفعاليات اللي هي ممكن أن نعملها من أجل الضغط على الحكومة. ويمكن بينقصين الكلمة بضغط الأسف أن الحكومة تتجاهل مطالب الأطباء بشكل مهين. لكن إيه سببه أنا مش عارف. بتعملوا إيه علشان تحاولوا تضغطوا على الحكومة؟ بتعملوا إيه علشان صوتكو يوصل للحكومة؟ حضرتك إحنا طبعا حاولنا نوصل صوتنا من خلال فعاليات عدة. عملنا قبل كده وقفات أمام مزارة الصحة وقفات دم وزارة مجلس الوزراء في الكلام ده سابقا. حاليا كانت شكلنا حركة إسمها حركة الكدر حقنا لنتكتف جميعا نكون صف واحد. نقدر نقف في ظهر نقاباتنا المهنية سواء نقابة الأطباء أو نقابة التمريد أو نقابة الصيدراء. ونفعل قررتها. لكن في الآخر في بعض النقابات المهنية قائدات النقابات المهنية للأسف الشديد تخلت عن أبناء جلداتها زي نقابة زي نقابة التمريد. بسبب أن نقابة التمريد موجودة في موقع تنفيذي. ففي تضارب بين الموقع التنفيذي والموقع النقابي. بدأنا في فعاليات الإضراب الجزئي. الاتنين والأربع. وبعد كده هنبدأ إضراب مفتوح من يوم تمانية مارس. اللي هو يوم السبت القادم. إضراب مفتوح إغلاق كل العيادات الخارجية. ما عارض طبعا عن الطوارئ والغسيل الكلوي والإعنان المركزة والحضنات. الإضراب الجزئي. بالضبط يفند. بالضبط يفند. طبعا العدم. أريد أن أرجع تاني وشر النقطة أهمة جدا. وهي أن الطبيب لما يتمتع بوضع مادي محترم. لا يمكن أن يقدم خدمة صحية محترمة. والحبيب والممرضة والممرض. وبالضبط القطاع الصحي بصفة عامة هو أقرب أكثر الناس اقترابا لألام المريض. هو اللي يشعر بالمريض ويقترب منه في لحظات ضعفه وهو المعرض العدوى. عندنا الدكتور رحمد عبداللطيف تم إصاباته بإنفلوانزة H1N1 ومات ومالوش معاش وضعه مأساوي جدا. أنا لما يجي لريكوست في مستشفى حميات أن أشوف أكشف على حالة كطبيب عيون أشوف حالة أشوف أوقاع عين. أنا أبقى متخوف ومش عايزة روح. ما أنا هروح هيحصل لإنفكشة. هسيب أولاد المين؟ هسيب أسرة المين؟ ما فيش رعاية صحية محترمة. تخيلوا يا جماعة لما الطبيب الطبيب ما عندوش رعاية صحية محترمة. الطبيب. أما للناس العادية اللي في الشارع هتأمل إيه؟ لما الطبيب حد ذاته ما عندوش رعاية صحية. الناس الغالبة اللي في الشارع يبقوا عاملين إزاي وتبقى حالته مصحية عاملة إزاي؟ أنا مش عارفة بصراحة أقول لكم إيه بس يعني شرفتونا ونورتونا وأتمنى يا رب أن صوتنا يوصل. وأفتكر أن الحكومة الجديدة يعني حكومة كلنا بنعلق عليها طموحات كتيرة وأمال كتيرة. عندنا ملفات كتيرة. عندنا الأمن وعندنا الصحة وعندنا التعليم. الحاجات دي من غيرها بلد مش هتقوم. مش هتقوم. أنا عايز بس أن أناوه الحاجة أن فيه رد من الحكومة هو رد يعني إحنا اعتدنا عليه وسائمنا منه. وهو أنه ما فيش فلوس. طيب ما فيش فلوس إزاي حضرتك إديت 30% للشرطة. فرض الشرطة اللي معها إعدادية مرتبة ضعف مرتبة أربع مرات. حامل إعدادية محترام الكامل له. إزاي حضرتك إديت بدل علاج لعضاء هيئة قضايا الدولة 500 جنيه. أنا بدل العدوة بتاعيه 14 و 12 جنيه. إزاي عدوة الهيئة القضايا بدل عدوة 500 جنيه. 500 جنيه وأنا 12 جنيه. إيه هي والإنفكشن اللي بيتعرض لها السيد الفاضل أو اللي شغال في البنك بدل الإنفكشن بتاعه أعلى مني بعشرات المرات. أنا بضم صوتي لصوت حضراتكم ونتمنى يا رب إن شاء الله أن صوتنا يوصل. وبشكركم على وجودكم معنا النهاردة. يعني بتمنى يا رب أن الصوت يوصل حقيقة وأن المشاكل دي لازم حقيقي تتحلل. إنه فقد الشيء لا يعطيه وده الطب وده المنظومة الصحية. ومن غير صحة مش هنقدر نقوم ومن غير صحة مش هنشتغل. ومن غير صحة كويسة مش هنقدر نعمل أي حاجة. المنظومة كلها محتاجة تعديل. أرجوكم لازم نخصص مزانية كبيرة جدا لمنظومة الصحة بشكل عام في مصر. أنا بشكر حضراتكم مرة تانية. دكتور علي محمد علي عضو المكتب التنفيذي. بشكرك فان مع نوجودك معنا النهاردة. دكتور يحيى هزاعة المتحدث الرسمي باسم الكادر حقنا أو حركة الكادر. حقنا بشكرك فان مع نوجودك معنا النهاردة. مشاهدينا بعد الفصل نستكمل فقراتنا. خليكم معنا. اشتركوا في القناة